دكتور طارق بيان مصري أمريكي قطري كيف قرأت هذا البيان تبعاته ممكن تكون هو البيان طبعا السلاسي بيحدد النقاط الرئيسة اللي اشتغل عليها فريق المفاوضين طوال الفترة الماضية بهدف وقف اطلاق النار وتنفيذ المقترح الأمريكي اللي هو مستند على أفكار إسرائيلية والقرار الدولي بالإضافة طبعا للمقترح المصري الرئيسي لأن احنا كنا قدمنا مقترح كبير لثلاث مراحل بنيت عليها المواقف سواء الأمريكية أو الدولية بالإضافة طبعا إلى القرار الدولي الصدر من مجلس الأمن النقطة من أول السطر البيان بيحدد النقاط الرئيسة اللي بيشتغل عليها المفاوضين واللي اشتغلوا عليها خلال 48 ساعة الماضية والحصن نوع من الانفراج وان شاء الله هتستكمل الخطوات في هذا الأسبوع فيه تفاصيل طبعا كتيرا متعلقة بعدة أمور منها الموقف الأمريكي الموقف الأمريكي داعم بصورة أو بأخرى فريق مفاوضين على أعلى مستوى الخبرة المتراكمة للوفد المصري المشارك في العملية التفاوضية وده طبعا مش أمر غريب على مصر مصر لها دور كبير جدا طبعا في القضية الفلسطينية ودور متراكم وخبرات متراكمة من فريق المفاوضين فده بيجمع الرؤية الشاملة بالإضافة طبعا للجهد القطري أعتقد أنه وصلنا إلى نقطة النهاية 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 ما تم سواء كان بالنسبة للنقاط التفصيلية لأن كان فيه نقاط تفصيلية حماس شاركت بصورة غير مباشرة عكس ما هو متوقع كانت بتنقل الرسائل في 48 ساعة أول بول لفريق المفاوضين من قبل حركة حماس الموجودين في الدوحة كانت فيه إعلام للتفاصيل الخاصة بالنقاط الرئيسية وده يفصل لحضراتكم المفاوضات ما تولقتش أكتر من يومين لأنه كان أول بول في بعض النصوص اللي تم التحفز عليها بيعاد صياغتها فريق المفاوضين المصريين كان بيقدم الرؤية الأشمل في النقاط الرئيسية طبعا فيه أمور منها مثلا عودة النازحين إزاي هيرجعوا الأعداد وقف الاطلاعات الجو في نفس التوقيت تأمين رجوحهم بنتكلم على إعادة التموضع وانتشار القوات الإسرائيلية خارج مفيش انسحابات بالمناسبة في إعادة التموضع وإعادة انتشار خارج المناطق الأهلة للسكان الخروج من الممرات وخصوصا موضوع ممر صلاح الدين معبر رفح التواجد العسكري كل ده حيتم انسحابه تدريجيا فيه تفاصيل طبعا أخرى كثيرة لكن في الإطار العام تمت الموافقة على الأطر العامة التفاصيل هي محور ما يتم ما كانتش فيه مفاوضات بمعنى مفاوضات فيه اتفاق على خطوات التنفيذ بمعنى أن حضرتك هتلتزم بإيه التعهدات اللي هتعملها الأطر الزمنية اللي هتنفس فيها هل ستة أسابيع هتزيد هتقل هنتبج مراحل يعني مراحل تنفيذية مش مجرد مفاوضات من الأول لأنه خبرة المفاوض المصري كبيرة في هذا السياق وهو عدم إعطاء فرصة للجانب الإسرائيلي لإعادة سياغة بعض الأفكار والرؤى خصوصا أن الوفد منح للأمانة تقتدي أن نقول منح صلاحيات كاملة ما فيش حاجة اسمها صلاحيات مش كاملة لا الفريق التفاودي طبعا هم هيرجعهم إلى إسرائيل بعد كانت المفاوضات بياخدوا بعض الصلاحيات في تمرير التفاوض بيتعمل حاجة اسمها تصويت داخل مجلس الأمن المصغر الحكومة المصغرة الإسرائيلية لأن فيش مجلس حرب نتنياهو حل المجلس منذ عدة أسابيع فبالتالي هياخد التصويت القاهرة إن شاء الله تتمم ما جرى في قوة أمريكية دافعة جدا لهذا دي نوطة المهمة باية دكتور طاري